سأل أجور بنسبة لمليوني موظف القطاع العمومي ينتهي مع قرار الحكومة نعم أمين مشاهدين هنا بكم معنا في هذه الورقة الاقتصادية من أخبار الظاهرة والبداية إذن قررت وزارة المالية سب أجور نحو مليوني عامل في أسلاك الوظيفة العمومي بعد أسبوع من تأخر عن الموعد المحدد عند ثامن من كل الشهر وأخضرت وزارة المالية في مراسل وجهة للأمرين بالصرف في مختلف المصالح والإدارات العمومية بضخ أجور شهر أفريل الجريب شكل فوري عشية الشهر الفضيل دون انتظار الإجراءات المبدئية الضرورية في إطار المحاسبة العمومية بعد أسبوع من التجميد والتأخر وزارة المالية تفرج عن وجور أزيد من مليوني موظفين في القطاع العمومي عبر رخصة استثنائية منحتها المديرية العامل الميزانية ونظيرتها للمحاسبة لمختلف الوزارات والإدارات لتسديد رواتب الموظفين لشهر ماي الجاري دون انتظار كشف الوجور الأولي وتحديد تصنيفات الموظفين وفق النظام المحاسبتي الجديد ويأتي لإجراء كرد فعلين لإطفاء الغضب والاحتجاجات العمالية بسبب تأخر صب الوجور في مواعيدها أي بداية الشهر خاصة وسط مستخدمي قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والإدارة العمومية بالتزامن مع حلول شهر رمضان وما يفرضه من مصارف إضافية وفضلا عن تسديد أجرة شهر مايس يستفيد موظف والقطاع العمومي من أجرة يجوان وجوليا المقبلين في موعدها ودون أي تأخير حسب برقية لوزارة المالية تجعل الرخصة الاستثنائية سارية المفعول إلى غاية الفاتح من شهر جوليا دون انتظار تطبيق الأجراءة المحاسباتية الجديدة التي تستغرق فترة لتفعيلها وهو مبرر وزارة المالية لحرماني أزيد من مليوني موظف من تقضي أجرة ماي الجاري مبرر يشكك بعض خبراء الاقتصاد في صحته أمام تزايد التأويلات حول معاشرات تحب انكمش مداخل الخزينة العمومية وشح مالي وصل لحد تأجيل صب أجور هياك للدولة لأسبوع في حين يحسب تأخر الأجور في القطع الخاص بالشهور اشتركوا في القناة